السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخواتي وحبيبي اخباركم ايه يا رب تكونوا بخير وبصحة وهنا وسعيدة. قبل ما نبدأ في الفيديو انرحب ببشمهند السيف. منورنا. سلام عليك يا سيد زراشا واهلا من وسهلا باخواتي وكلهم عدراس من فوق. النهاردة سمحت انك انت هتبني قواعد المجد فقولت لا. احنا اللي هنبني سوا قواعد المجد. كنا عملنا لكم قريب وصفة احنا اللي اتنين. كل واحد فينا كنا عملنا زي تحدي كده. هو عمل وصفة قوية جدا. ازا نحاول الشامبو العادي. الاقوى شامبو. وانا عملت معاه وصفة وكانه الوصفتين حرفيا كنبلة. ميرسي جدا على تعليقاتك وجلنا تعليقات تحفة جدا على الفيديو دوت. وبجد بشكر كل من سبت عليه جميل. النهاردة نسكت بقى? لا ما نسكتش. برضو قعدنا ومخمخنا كده نعمل ايه كنبلة? بحيس اعمل شوية شامبو حرفيا اقوى من اقوى شامبو بجيب. هتنزل بالسلوخ. بالزبط كده. زي ما قلت لك قبل كده يا نور عيني. تسعين او خمسة وتسعين في المية. مما شكل شعرك فتشي في الشامبو. يعني ما تجيش تقول ايه? اصلا استخدمت الوصفة الفلانية وما جابتش نتيجة. ده انا اختي راح اتجابتلي سرم من دولة ايه? ما عملش نتيجة. ده انا يا ناحية التانية باستخدم الشامبو لكله سوديوم وتكسبونه وبلوي سودة ده. اما اقفل ان ما بيش حاجة عصري. بالزبط فبيضمر لك شعرك. بالزبط. فحضرتك فتشي زي ما قلت لك وهرجع اقولها لكم مش هبطل اقولها. محدش هيوقفني يا بنتي. اه فتشي في الشامبو بتاعك. حتى زي ما قلت لكم قبل كده. شامبو الاطفال الياه المشهور اللي كلنا عارفينه. بقى وحش جدا للشعر الايام دي وبينشف شعر الاطفال. يبقى زي ما قلت لك قبل كده. البيبي امر وشعره ناعم وامر. شهر اتنين تلاتة تلاقي شعره وقع وخشن والكلام ده. بقى وحش. بالزبط. فحضرتك انا بقى هعمل معايا كده زي شامبو طبي طبي في البيض. وسبحان الله انعمله من الشامبو العادي. يعني ولا هقول لك بشوري صابون ولا عملي مش عارفة شامبو التخمير ولا هفرهادي. هنجيب شامبو هنحوله حرفيا لشامبو طبي كده حاجة امر للشعر. نناتك انت مش عارفة ايه? لا استخدمي الوصفة وصدقيني النتيجة بتاعتها. ومفيد جدا لعرفك. هنصلي عن نبي محمد صلى الله عليه وسلم. ونعز اخوتنا في المغرب تاني. ربنا يا رب يجعلها اخر الاحزان لكم. ويجعل بلدكم دايما سالمة ويرحم اموتهم ويشفي يا رب مرضوهم اللهم امين. اول حاجة بقى عاوزينها هتجيب اي طبق عندك او هتجيب اي حاجة. تمام? تاني حاجة معنا يا نور عيني شوية من اي نوع شامبو انت بتستخدمي. الشامبو الامر ده الشامبو المقرب الى قلبي قلتلك هتلاقيه عندك على القناة اللي هو شامبو التخمير اللي احنا كنا عاملينه مع بعض. لا يا رش انا ما عملتوش مفيش مشكلة هاتي اي نوع شامبو عندك يا نور عيني واخد يه استخدميه في الوصفة اللي معانا النهاردة. تمام? اللي عايزة طريقة الشامبو الامر ده اهو حاجة كده بصي مزيكة. ايه رأيك? هتلاقيه موجودة عندك في ملف الشامبو. انا اصلا عاملة ملف كامل على القناة. بيسمي يا ملف الشامبو. حضرتك ارجعي ليه الا اول تعليق هتلاقي ملف الشامبو ده. هتلاقي الشامبو بطرق كتير جدا هتعجبك. تمام? تمام. كده مسلا انا دخل اخد الشاور بتاعي. ودول شوية الشامبو اللي انا مسلا هستخدمهم عشان نغسل بيهم شعر. على حسب بقى انت بتستخدمي قد ايه? فهم عليا? تمام. كل الدراسات وكل الحاجات وكل الافلام اللي طلعت قالت ايه باش مواندس? بس يا دكتورة. هو كل الدنيا كلها اجمعت ان لو احنا استخدمنا الشامبو على طول على الشعر. فده بيأسر على الشعر بتقبق يعني بحاجة سلبية. بالزبط. ببعنا اللي هو ممكن يوقعه. ممكن يسبب له يعني اي مشاكل تتخيلها تقدر ايه? صح وينشف الشعر. بالزبط كده. فلازم نعمل ايه? لازم نبدأ نخفف الشامبو يا جماعة. خارجي كده قبل ما نبدأ نستخدمه على الايه الشعر. ودي معلومة اعتمدوها كلكم. طيب احنا هنخففه بايه بقى? بايه بقى? بحاجة جبارة. فتاكة. يعني بصوا. قولوا مهما تقولوا كده. هناخد بقى حبة من الايه يا رشا? الايه بقى? النعنيع. النعنيع. كلنا عندنا نعنيع. سواء اقدر يا غالية او نعنيع اللي هو النشف. ويبتاع النعنيع. يمنع نعنيع. يمنع نعنيع. لان زي ما قلت كوني ان انا افتح كده ازاست الشامبو بتحتي بمنتهى الارحية واخطه كده مباشرة على شعري. ادخولي جوجل واعملي سرش الدنيا كلها. اجمعت اني بيدمر وبينشف الشعر. عشان كده بقول لك تسعين في المية من مشاكل شعري كوة بسبب الشامبو. فلازم بنخففه. مفيش حد يعني الحد النهاردة كده بليز. او يكوني بتعملي الكارسة دي وتقولي لي ايه يا رشا باستخدمه مركز ايه واي تكتبي لي كده في التعليقات ازعل. اه. 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 تمام? غلق جدا ان احنا نستخدمه كده. امال هنعمل ايه? هنخففه. فبيقول لك نخففه بكباية من المية. طب وانا قل لي خلينا نخففه كباية من المية. لما ممكن ان انا زي ما باشموهندي السيف كده قال ان احنا نخففه كباية حاجة كده قم بنا. والنعناع موجود فين? موجود في السوق وانتي نازلها بالزبط ما فيش ارخص منه اكتر منه. يعني ارخص منه مش هتلاقي. يعني ارخص منه فعلا انت مش هتلاقي. يعني الاشرة هيشيل هالك. صحيح. هيلدف لك فروة الراس. كمان يعني الحاجة المهمة اللي فيه اللي هو بيعمل على تدفق الدم يعني الدورة الدموية في في فروة الراس عشان يقدر يخلي الجزور. والبصيلات تبدأ ايه? تبدأ تطلع كده وتنبط. وبعدين مهم جدا. مهم جدا في تطهير فروة الراس. ممتاز. وبيديك لمعان. وبيديك نعومة. وبيديك انسيابية حتى وانت بتسلاح كده. هتلاقيه معاك عشرة على عشرة. فعلا ممتاز زي ما بشوهندي السيف قال. وهي يكفي ان هو زي ما بيطهر فروة راس او بينضفها لك بينعيشها حرفيا. لو انت تغسلي بيش شعرك كده حرفيا لأ هتحس ان شعرك بيت نفس. تمام? دلوقتي عملنا ايه? جبنا كوباية من المية ويحطينا فيها شوية من النعناع. وطبعا بتغطي عليه عشان زيوته المتطيرة. وبعد كده يا نور عيني هناخد بقى المية هي بتاعة النعناع. بعد ما غلي. تمام? هنحطها بقى هنا. انا دخل اخد الشوار بتاعي. تمام? بحط كمية الشامبو اللي هي تكفيه للغسيل الشعري. شعرك تقيل شعرك طويل بتقطري كمية الشامبو في الطبيعي. اللي هو كمية الشامبو اللي انا بخطها في الطبيعي. هنزل عليها بايه? هنزل شوية ان انا اخففه بشوية من ايه? النعناع. تمام? تمام. تمام كده? تمام. اللي تحت في الكوباية ده نعناع كان اخدر مطحون. حطينا حبة اخدر اه سوريا. اه نعناع كان ناشف مطحون. حطينا حبة نعناع ناشف مع شوية من النعناع الاخدر. تمام كده? تمام. هنعمل ايه? هنديلهم بقى التقليبة ندخلهم مل اتنين في بعض. بالضبط. تمام? بس هنقلب جميل دراشة بالله عليكي. معمال اوقع اقلب ووقع. هست وقع وبادلي انت ما. هتمسح يعني عشان انا ايدي فيها هو. هجبلك البنات يمسحهم. عسل. مركيش هلو. اعمل اللي انت عايزة. لياتي لياتي. تمام كده يا امارات? تمام كده. طيب. هنعمل ايه بقى تاني بعد كده? كان كان فيه مكون سحري. كان باش مهندس سيف قال لنا عليه في الفيديو اللي احنا عملنا فيه سوى التحدي. وقال انه هو حاجة رهيبة جدا لتنعيم الشعر والفرد الشعر. الناس اللي بتقول احنا بنشتخدم الشامبو شعرنا بينشفد. احنا جبنا الشامبو الفلاني شعرنا باص. ففيه مكون كده هو اختراهولنا ان احنا لما نحطها الشامبو يطلع طوحفة جدا. ويسفج اتني الناس في التعليقات لما هو قال كده في الفيديو بتاعه. قالوا له فعلا يا باش مهندس ناس كتير ده كاتر الجلدية. قالوا انها على التركة اللي انت قلت عليها دي. وكانت ايه باش مهندس بقى التركة يا? حبة من الايه? حبة من الجليسرين. بالزبط. اخذ غطة كده بالزبط على الحاجة اللي انت بتعمل على الشامبو دوت. هيرطب معاك ويديك النعجمة. حتى لو انت عندك التعبات في الراس في فرقة الراس هيقضي عليها تماما تماما. وبالزبط زي ما قلت لك اي شامبو في سوديوم في تكسابون في سيليكات في حاجات كده كتير. فعشان اخفف منه وفي نفس الوقت يديني ترتيب وحاجة امر. فكان باش مهندس هو اللي الصراحة اختر علينا حتة الجليسرين دي. والناس قالوا فعلا ده كاترة الجلدية كتير نصحونا بيها. ففعلا ممتازة. عشان ما نقولش الشامبو ونشف شعرنا هنحط شوية من الجليسرين. سواني بها دكتورة. ايوان. هقول لكم ايه? على حاجة عشرة عشرة. دلوقتي احنا عملنا الكلام ده وبصوا يعني عشرة على عشرة. بس انا عايز ادعمه اكتر. انا عايز انهي القشرة دي تماما ونهائيا وبصوا وبدون رجعة. اعمل ايه? هحط مكون. المكون ده رهيب جدا في عملية القشرة. هيعزز لي. وعايز يساعد اللي هو ايه? يزيلها تماما. ايه هو? احط معايا نص لمونة. اهو. احط هنا هوة نص لمونة. يبقى انا كده عملت ايه? عززت الحاجة اللي معايا ديت في اللي هي تقدي على القشرة تماما. وبعدين اطهر فروة الراس كمان. برافو لسه كنت تولي. وبعدين اعمل ايه كمان? ابدأ برضو ازود ملة معاني الايه? في الشعر. وبعدين اعمل ايه كمان. للتساقط وتنشيط فروة الراس. للتساقط وتنشيط الدورة الدموية والبزوء والبزوء والبصيلات. لا استنى وتجديد فروة الراس تجديد بصيلات الشعر. ده انا كنت لما كنا عاملين زبدةين لمون حطالكم سكرينات عن فوائد اللمون لدرجة ان انا قلت لكم في الفيديو لو انتم فاكرين انا ندمان عمري اللي انا ما حطتش وصفات فيها لمون. فاهميني? فتوحفة جدا للشعر مش مجرد اشرة. حتى انجيت قلت لكم الناس في احتكادها لمون اشرة. لأ ده هو زي ما باش مهندس سيف قال لك كده لأ ده اشرة ولمعان وحاجة كده اتقمر تطهير لفروة الراس. بنص ايه? بنص جنيه. بنص لمونة. نص لمونة بص نص لمونة هتعمل هتعمل كل كلام. بالزبت. اللي انا قلت عليها. والله يا بنتي حرفيا والله والله اللي انت بتعملي ده بتعملكم بلعب. زي ما قلت لك قبل كده بدل ما احلفلك ونقعد نعمل في حلفنات بعينك كده. سخيلي النعنعة وفايدة رهيبة للشعر. الجلسرين وترتيب ما بعد وترتيب امر للشعر. نص اللمونة وتحكم المتطير. ده بقى? ولا ده ده الشامبو اللي انت بتروحي الجنيهة. يا ماما لا استني. استني هي عملت شامبو. انت عملت مكونات شامبو اصلا هم مش عاملينها. بالزبت. عشان خاطر تحمل راسك اه تحمل شعر تحمل فروة بتاعت الراس. دي على الاشرة. عملت حاجة جبارة. بالزبت. انت هناك في اللي هو الازايزة اللي انت بتشتريها وفرحانة بيها دي. شوية تكسبونه بتاعه وقلب قلب قلب وحبت لون مايكا وخلاص خديه. ممكن احنا هنا عاملين حاجة فعلا حرفيا امرار. انت حدت الشامبو عبتدي تتعديلي فيه تعلي فيه عشان خدر تحمل تحمل راسك. احصر بقى ولا احصر انا بايد الشمال. ازاي كده? طب احصر عشان الحرق ما يجيش علينا. ايو انا فانزات الامارات كل ما تطلعش الفيديو يقولولي فيه خالت ما جاش يساعدك ليه يا رشا? مش عارف مش عارف. ده بيتخالقوا معايا. اه. انت ما بتساعدش رشا ليه على النار يعني على اياء ماشي. اخف بكرة يا جماعة وبأمر. يا رب. في بزرة وقعتة هي. ما فيش مشكلة. يا جماعة. في بزرة وقعت يا جماعة. ماشي. كده بقى توحفة جدا وحرفيا احنا نحتبر بنينة قواعد المجد. بحاجة بسيطة جدا. ولا فرهاتك. لان في ناس مسلا تولي الكراش انا مش فاضي اقضى بشورف واجب سابون جلسرين وبتاع و ايه و ايه و ايه و ايه ومش فاضي ان انا اعمل بتاع التخمير والفيلم ده. لأ دي هي. هات يا ست النوع اللي بتستخدمي ان شاء الله لو نوع رجل المعزة. هناخد نوع رجل المعزة. هناخد نوع رجل المعزة ده. هنوظفه ونخليه امور. تمام كده? وخلي بالك من حاجة. ايه? هيمنع برضو حكة الرأس. ما اه للناس اللي هي عندها هرش فعلا في دماغة. لان زي ما قلت لكم ايه الصيف ولبساته رحوة حاجات. تمام كده امارات نتمنى نكون قدرنا نفكه. عايز اقول لكم ان انا وبشمهند الصيف والله العظيم حرفيا عارفة اللي بي اه اه قاعدين كده بيعملوا اجتماع مجلس الامم اللي هو ايه كده بقى نبني ايه رأيك نحط المكون ده? لا انت المكون ده اقوى. فاحنا فعلا حرفيا بنتعب عشان. والله بنتخاني. والله بنتخاني على المكونات. تقول لي حط ده اقول لي اقول لها لا اه حط ده. تقول لي لا انا حط ده اقول لها لا. يعني احنا النهاردة قاعدين على شنخات نجمع الحاجات دي. بس فعلا حاجة رهيبة. حرفيا بنطلع الوحش. الحمد لله ما بنعرفش نهبد. ما بنعرفش ناخد كوبي وبست ويلا اي هبل وخلاص بيجيب مشاهدات. كل ما هو حصري رغم انف الحق دين والحاس دين. ما بيطلحش اللاملى من قناة وصفات رهيبة وكلكم عارفين كده كويس. يعني وانا بقى فين انا بقى فين انا بقى فين انا في الليلة دي يعني. خلاص يا عم. ده ازا كان كل الكلام ده من حقت انا وتعالى يا عمي سيف. وتعالى يا خالو. ده ده ايه يا. ووصفة وتركيبة امورة وبتعمل هناك حاصري. عالتلفزيون المصري. فاحنا والله بنتعب حرفيا عشان نطلع لكو اللي هو كل ما هو امر وجديد. مش عاوزين نعمل وبست ومش عاوزين نألف او اي هبدل عاوزين نعمل حاجة حلوة اللي انت تستخدميها تقولي الروح يا شيخها ربنا يبارك لك ويخليه لك اولادك. الف شكر لك يا باش مهندس نمرتنا. تحياتي لك يا رشا وتحياتي لاخواتي وكلكم على رسم. الف شكر لكم يا امراض. بالله عليكم الناس لسه ما حطتش تعليقات تحط الناس لسه مشتركتش تنورنا وتشترك لايكات كتير يا امراض. اختم الفيديو بتصال على نبي محمد صلى الله عليه وسلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.